شاركت سعدة سيدة أمنى بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربية السابع والتي تستضيفه القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بعنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة الوزيرة أشادت بما يتضمنه المؤتمر من محاورة مؤكدة أن الابتكار في المدن الذكية بات مطلبا ضروريا لمستقبل تكوين المجتمعات العمرانية مشيرة في هذا الصدد إلى اهتمام مملكة البحرين المتواصل لترسيخ الإبداع والابتكار في تطوير المجتمعات والمدن الجديدة وشددت الوزير الرميحي على أهمية التدرج في التبجه نحو المدن الذكية وأن يكون ذلك بأساليب تخطيطية مدروسة مؤكدة أن المملكة أولت مسألة توفير جودة الحياة في مدن البحرين الإسكانية اهتماما كبيرا من خلال المرافق والخدمات التي تم تنفيذها بالفعل إلى جانب الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير المرافق الخدمية والتجارية والصحية والتعليمية ودور العبادة في المدن وقد شهد المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر مشاركة مملكة البحرين بجناح تضمن مجسما لمدينة سلمان كأنموذج لخدمة الحكومة في بناء المدن الجديدة فضلا عن عرض خطة الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتوفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة للمواطنين